منا بتقول إن هي بتحب أحمد سعد وأنا كمان بحبه جدا وكلنا بنحب أحمد سعد وبنحب الصوت أحمد سعد بعد الطلاق والكلام الكتير والمشاكل الكتير اللي حصلت بعد الطلاق بين الفنان ريم البرودي والفنان أحمد سعد ريم البرودي في تصريحة غريب جدا أنا بحب أحمد سعد صرحت الفنانة ريم البرودي على حسابها الشخصي على إنستجرام في بس مباشر لما سألها متابع انت بتحبي اغاني احمد سعد ولا لا فقررت ده مش طبيعي او ناس كتير كانت متوقع ان الردع يكون غير كده هي قالت ان هي بتحب احمد سعد وبتحب اغانيه كلها كمان وبتسمحها دايما واحمد سعد صوته كويس جدا والوطن العربي بيحب يسمع احمد سعد عشان صوته كويس جدا فطبعا رد عليها احمد سعد وقال ان هو مبسوط جدا من التصرحات دي وطبعا بعد الخلافات اللي حصلت ما بينهم كويس ان الحال بقى افضل وان هما منزعلين من بعض الوقت وان هو بيحترمها جدا ومقدر طبعا التعليق او التصريح اللي هي قالته عنه منا بتقول ان هي بتحب احمد سعد وانا كمان بحبه جدا وكلنا بنحب احمد سعد ومنا حب صوت احمد سعد وان مشكلة ممكن يرد على السؤال ده او لا لا حد بيقولك هو بيقول دي منا خلي بقى ايه شايفها الكيد واحدة اسمع منا بتسأل ريم دلوقتي بتقول لها منا بتقول ان هي بتحب احمد سعد وانا كمان بحبه جدا وكلنا بنحب احمد سعد ومنا حب صوت احمد سعد وان مشكلة بي لو بييت كنت اشيلك بالوريد كنت اطور عشان تييت بتحب الوطن العربي ولا يقولون cruel بسيسك الليل تسمع بسيسك على الناس كلها لا يستطيع أن يكون طبيعي شكرا لكم من تابعين القناة أتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم وأتمنى أن أكتشيركم في القناة دلوقتي حاليا أن تفعلوا زر التنبيهات لكي يوصلكم كل جديد